شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين شهره محرم الحرام على الأبواب والمؤمنون في كل مكان بدأوا بالإعداد لهذا الشهر الكريم نحن ينبغي علينا في هذا العام الجديد أن نهتم بشهر محرم وبعزاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أكثر فأكثر الإهتمام له درجات وله مراتب مرتبة من هذه المراتب أن الشخص يشارك في عزاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه مرتبة من هذه المراتب أن الشخص يقيم بنفسه في بيته في حسينيته عزاء سيد الشهداء مرتبة من هذه المراتب وهي مرتبة رفيعة ما وجدتموه من أن كثير من المؤمنين بذلوا ويبذلون أرواحهم وهي أغلى ما يملكون في سبيل سيد الشهداء في هذه التفجيرات التي حدثت في العراق وقتل فيها كثير من المؤمنين كان واحد من المؤمنين لهب إلى كربلاء ثم عاد إلى قوم فكان يتحدث ويقول إنني متألم جدا لأنه ما نلت توفيق الشهادة في هذه التفجيرات وكان يبكي عندما كان ينقل هذه القضية فهذه أيضا تمثل مرتبة عليا هناك أفراد يضحون بأرواحهم ويضحون بكل ما يملكون في سبيل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه مراتب مراتب في الدنيا وتترتب عليها درجات في الآخرة نحن ينبغي علينا أن نهتم بإحياء هذه القضية في هذا العام أكثر فأكثر هناك عوامل تدعونا لهذا الاهتمام نذكر من هذه العوامل ثلاثة على نحو الإختصار العامل الأول نحن المؤمنين جميعا وبلا استثناء دخلنا الآن في معركته تحدي حضاري كبير وجوهر هذا التحدي الحضاري أن نحفظ هويتنا أو نفقد هويتنا الآن هناك جهات كثيرة في العالم تحاول أن تجردنا من هويتنا التجريد من الهوية معناه أن هذا الفرد أن هذا الشاب أن هذه الفتاة تنفصل نفسيا وفكريا وروحيا عن تاريخها عن قادتها عن مثلها عن رموزها الأمة التي لا تملك التاريخ هذا مثل الفرد الذي لا يملك الذاكرة أنا ما أعلم شايفين أفراد فقدوا ذاكرتهم أم لا إحنا الآن عندما نتحرك في الحياة نقوم بعمل من الأعمال إنما نعتمد على مخزون كبير من تاريخنا هذا المخزون الكبير هو الذي يوجه حركتنا في الحياة إذا الفرد فقد ذاكرته هذا المرض الموجود الآن الذي يقال له زهاي مير مرض معروف واحد يبدأ بنسيان معلوماته شيئا فشيئا شيئا فشيئا يعيش الغربة عن الأفراد الذين يحيطون به ما يعرفه أصدقاء ما يعرفه شوية شوية هذا المرض يشتاد أقرباء ما يعرفه ابن يدخل علي يسلم علي فينظر إليه نظره إلى رجل غريب المرض يشتاد أكثر فأكثر لا يعرف أن يقوم حتى بأوليات حياته يعني يريد يلبس ملابسه ما يقدر يريد يأكل يتحير كيف يأكل هذا المرض الآن دا ينتشر أمة بلا تاريخ مثل فرد بدون ذاكرة الآن أكوجهات تحاول أن تفصلنا عن تاريخنا هذا الشاب اللي انفصل عن التاريخ الفتاة التي انفصلت عن التاريخ يعني فرد لا يعرف كيف يسيره في الحياة ما أعلم أحيانا تجدون في الأرصفة في الشوارع أفراد فقدوا تاريخهم هذا الخطر خطر قائم وخطر ماثل قديما اللي كانوا يرحون في بلاد الغرب كانوا يواجهون هذا الخطر الآن أولادنا وبناتنا أبناؤنا وبناتنا في بيوتنا يواجهون هذا الخطر مثل فتشجرة اللي تجتث من فوق الأرض ما لها من قرار احنا كيف نحفظ هذه الهوية احنا يجب أن نربط أجيالنا بتاريخ التاريخ جدا مهم وإحدى أهم الأشياء أن نربط أجيالنا أولادنا بناتنا حتى الصغار منهم نربطهم بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبآل البيت وبالإمام الحسين صلوات الله عليه كثير من الأفراد راحوا إلى بلاد الغرب في ذاك الخضام اللي تعرفوه اللي عاشوا عاشوراء عاشوراء كانت في قلوبه في أرواحه في نفوسهم هؤلاء حفظوا هويته قبل يوميا تقريبا نقل لأحد الإخوة المطلعين علماء الغرب الآن دا يقومون بدراسات كبيرة حول التشييع والدراسات دقيقة إلى أبعد الحدود لكي يعرفوا ما هو التشييع ومن هم الشيعة قال هذا الأخ نقل لأنه نشرت مقالة لأحد المفكرين الغربيين يتحدث حول الجاليات التي جاءت إلى بلاد الغرب كثير من هذه الجاليات ماعوا ذابوا في ذاك المحيط راحوا وانتهوا هذا المفكر الغربي يقول ولكن هناك أمة واحدة وجدناها تستعصي على عمليات التذويب بقوة قاوة وهذه الأمة هي الشيعة أهل البيت صلوات الله عليهم قاوموا مقاومة شديدة يمكن أفراد راحه ولكن كأمة عموما حفظوا هويته ثم هذا المفكر الغربي يقول لماذا حفظوا هويته وكيانه وأصالته يقول لعاملين العامل الأول هو الإمام الحسين صلوات الله عليه هذا عامل جدا مهم البعثيين في العراق خمسة وثلاثين عام اشتغلوا ولكن ودمروا وفعلوا ما فعلوا مما يحتاج إلى ألوف المجلدات حتى واحد يعرف ماذا فعلوا ولكن تجدون الآن المؤمنون في العراق حافظوا على دينهم وإيمانهم من العوامل المهمة لذلك قضية عاشوراء والارتباط بعاشوراء هذا العامل الأول الذي يقوله المفكر الغربي العامل الثاني المرجعية الدينية عند شيعة أهل البيت هذا الانشداد الروحي الارتباط الروحي الاعتقاد الإيمان بهذه المرجعية هي التي حفظت هذه الأمة نحن في الواقع هذا الارتباط بالتاريخ الارتباط بالإمام الحسين صلوات الله عليه يجب أن نبقيه على أقوى ما يكون حتى عند أطفالنا الصغار هنا في قوم أكو موكب إن تعدكم مواكب كثيرة ولكن هذا موكب لعله مبتكر موكب الأطفال الرضع الكبار يحملون الأطفال الرضع في مسيرة هذه المسيرة تحمل اسم علي الأصغر صلوات الله عليه ويمشون بهم في مسيرة في شوارعه حتى هذا الطفل اللي عمره عشرة أيام يرتبط روحيا بعلي الأصغر ويرتبط روحيا بسيد الشهداء عندنا أحد الإخوة هنا هذا طفل عنده كان عنده طفل صغير عمره عام أو أقل كل ما كان يسقيه الماء يقول له قل يا حسين ويسقيه الماء حتى هذا الطفل الصغير هذا الشاب اللي ارتبط بعلي الأكبر هذا الشاب بعد لا يخون هذا الشاب بعد مين حرف الشيخ الذي ارتبط بحبيب ابن مظاهر احنا الحمد لله في قضية كربلا نملك نماذج مشرقة عظيمة عندنا نموذج الشباب علي الأكبر عندنا نموذج الشيوخ حبيب ابن مظاهر عندنا نموذج الأخت المجاهدة زينب الكبرى صلوات الله عليها عندنا نموذج الأخ الوفي أبل فضل العباس صلوات الله عليه وهكذا من هذه النماذج إذا الآخرون يخترعون نماذج نحن من نحتاج إلى اختراع نماذج الحمد لله تاريخنا مليء بهذه النماذج المشرقة هذا هو العامل الأول أن نحفظ هويتنا العامل الثاني أن الاحتمام بقضية عاشوراء وبقضية سيد الشهداء صلوات الله عليه سبب لنجاتنا بإذن الله في الدنيا والآخرة الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه الذي كون هذه الحوزة العلمية التي تجدونها في قوم هذا كل يوم كان عنده بحث بحث علمي يلقيه على طلابه قبل البحث كان يقول للخطيب أنه اقرأ مصيبة سيد الشهداء يقرأ المصيبة ثم يبدأ ببحثه العلم في يوم عاشوراء أو في ليلة عاشوراء كان يخرج مع المواكب مع أنه كان المرجع الأعلى في حياته كان يخرج مع المواكب مع الأفراد العاديين لا طمن على صدره وعلى رأسه بعض قالوا له شيخنا هذا الوضع مو مناسب معك كمرجع أعلى قال أنا كل ما عندي إنما هو ببركة الإمام الحسين صلوات الله عليه الشيخ عبد الكريم الحائري له قضيتان إحداهما أنه أوشك على الموت في قضية مطولة جاءه ملك الموت ورأى ملك الموت أو أعوان ملك الموت جاء لقبض روح في كربلاء كان في ذاك الوقت فتوجه إلى سيد الشهداء صلوات الله عليه وقال الموت حق وفي يوم من الأيام يجب أن نموت جميعا ولكن أنا الآن يدي خالية ما عندي شيء كيف أفد على ربي بيد خالية وتوسل بسيد الشهداء وإذا بالملائكة يرجعون من حيث أتاه كان الشيخ يقول أنا كل ما عندي من البركات والتوفيقات في حياتي إنما هو من عطاء سيد الشهداء صلوات الله عليه العلام الأمين رحمة الله عليه ابنه ينقل مؤلف الغدير رأيت والدي بعد وفاته في هيئة جيد وفي مقام جيد فقلت له يا أبه من أين وصلت إلى هذا المقام قال وصلت إلى هذا المقام ببركة زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه قلت له الآن العلاقات بين إيران والعراق متوترة قبل حوالي ثلاثين عام هذه القضية وأنا ما أتمكن أن أزور سيد الشهداء كثير منكم لعله يحبون أن يزوروا ولكن لا يتمكنون من ذلك إن شاء الله الأوضاع الأمن يعود إلى المؤمنين في العراق إلى العراق وإن شاء الله كلنا نوفق لزيارة تلك العتبات التي أذن الله أن ترفع فماذا نفعل؟ فماذا نفعل؟ قال عليكم بإقامة مجالس سيد الشهداء واحد يقيم المجلس في بيته وإي ببركات تجدون هذه البركات تدرون أطفالنا الآن يعيشون في عقلية الأفلام التي توجه عقليته تصنع عقليته إذا أكو مجلس حسيني في بيتكم هذا المجلس يصنع عقلية هذا الطفل تقرير علمي نشر جديدا وهذا خطر حقيقة يجب أن يتنبه له الآباء والأمهات كثير من الألعاب الموجودة المتداول للأطفال فيها مشاهد عنف يقول في المخ هذا التقرير العلمي أكو هناك منطقة حساسة تجاه العنف يعني الطفل عندما يشوف منظر عنيف في الخارج واحد يصفع واحد واحد يضرب واحد المخ يبدي حساسية تجاه هذا المنظر بفطرته يكرح يتأثر ينفعل ينزعج يقول هؤلاء الأطفال أجري التجارب كثيرة على الأطفال اللي يشاهدون هذه الأفلام البرامج اللي فيها عنف يقول حساسيتهم تجاه العنف تقل لأن هذا شايف مظاهر العنف في هذه الأفلام مئات المرات إذا واحد شاف شي مئات المرات بعد لا يبدي حساسية تجاهه فإذا مر على منظر شاف واحد يقتل واحد منظر عادي عنده لا يبدي رد فعل نفسي تجاه هذا أما إذا هذا الطفل وهو طفل رضيع وعمره عامان وعمره ثلاثة أعوام نشأ في بيتكم يسمع الخطيب يسمع المواعظ يشترك في تقديم الطعام أو الشراب للحاضرين هذا عقليته تنظم على هذا النار قال إذا لم تتمكنوا من زيارة الإمام الحسين فأقيموا مجالس العزاء واشتركوا فيها عندما ترحون طفلكم ودوا إياكم أخذوا إياكم ثم قال لي العلام الأميني لولد يعني أنا في أيام حياتي كنت أوصيك بقراءة زيارة عشوراء كثيرا والآن أؤكد عليك بعد رحيلي أن تداوم على زيارة عشوراء فيها النجاة في الدنيا والآخر كان أحد المؤمنين في الكويت معروف من المتدينين كان عندي طفل مشلول شلل طفل عمره عام ذكر لأحد العلماء أنه أعاني من هذه القضية فقال له اقرأ زيارة عشوراء أربعين يوم هذا الشاب المؤمن يقول قرأت وبدأت في وقت واحد ومكان واحد بقراءة عشوراء في اليوم العشرين وإذا بطفلي يقوم سليما معافا وكأنه لم يكن به شيء العلام الأميني قال داوم عليها فإن فيها النجاة في الدنيا والآخر ابن يقول أنا الآن مداوم على زيارة عاشوراء منذ ثلاثين عاما إذا الإهتمام بقضايا سيد الشهداء أولا يحفظ لنا هويتنا هذه المعركة الكبيرة التي يعيشها المؤمنون الآن في كل مكان والشيء الثاني إن شاء الله تكون هذه الأعمال بإذن الله سببا لنجاةنا في الدنيا والآخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارتي الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات